بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام السلام عليكم زينات ان شاء الله تكونوا لباس وتكونوا بخير تكونوا هاني ان شاء الله يا رب العالمين واليوم جيتكم على هذا الروتين اللي راحن كيما كم تشوفوا الروتين تاعي هذا تعال نهر اليوم لا حنبدأ به بالشغل يعني عادي اهنا اول حاجة بديت بها هي اللي غسيلت على القش بديت قلت روح نلنصي ان ماشين اه هي لولا اه نتهنا من القش دابو ومبعدها ننفوت هاكم على بلكم كيما كل كل امرأة نبدأ بشغلية تاع الدار يعني الاسبيراتور والمسيح وتنظاف ومبعد الاغداء ومبعد هاكم على فنقز لبلكم اه الصبيحة هذي كيفاش تعقب يعني مع الشغل ومع مع الدار ومع الطياب ومعه حبيت نوريكم اه البناية هذا البرودوي اسماه فرميل اه ينح اه لي ميكروب هو بديل جافل اه في بلاست جافل هو ما فيش جافل اه ينح لي ميكروب كاتر وانديز ناف فاغل ناف بورسان من الميكروبات هنا يستعمل اه 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 يعني تاع الماء اه سخانة تاع الماء اه كيما اشتو هنا ايا هذا ينح لكم الميكروبات من القش اه اللي في الاماشين ويني تويتان الاماشين معش فيها الميكروب لبالكم عشتا يتوم على الميكروبات الانسان اه ديما ديما اي اه ايدير شوي ذاك البرودوي يعني سوى جافل سوى هذا سوى يعني دائما لديل عبد احتياطاتو به نح للميكروبات يعني اه وينقي اه سوى قشو سوى دويرتو سوى كلش يعني اه كيما كنت شوف هنا ايا هذا كيما اكتلكم هذا باديل جافل هو شنهي اندار في الكمبارتمن تاع السوبلين اهنا اه درت الصابون يعني بجيها في الكمبارتمن تاعه والكمبارتمن تاع السوبلين اه ثم اللي راح اندير فيها هذا البرودوي اه الباديل جافل اهنا درت ذاك البرودوي تعي درت اه دو بوشون زوج بوشونات يعني درتهم ودرت هنزج بوشونات تاع كاجولين انا ديما استعمل سوى سوبلين ولا كاجولين في الاغسيل ونستعمل سكيب سوى اه 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 المهم هنا ايا هني درت كيما قلت لكم في الكمبارتمن تاع الكاجولين درت في هذك هذك البرودوي اه باديل الجافل ويستعمل كيما قلت لكم اه باديل 20 دقري اهنا اه كملت وهنا لانصيت اه لاماشين تاعي المهم حبيت بارك نوريه لكم بهتشوفوه اه اه وديروه يعني اه يعني في لاماشين حكم الميكروبات وبعد هنه يفوت سمع الحيرة تاع الغدار فوت كان عندي اه شوية تالي بوغوكولي قلت والله روح ندير بها كغاتا اه نحبي على الحيرة هنا يبديت راح ننفوره هو كنجلي انا بالجبان شريه كنجلي لالبوكولي بس كما نطيبوش ديما ساعة على ساعة وكون نشي فريشكي قعد يفسدلي دونك نشي هم كنجلي سي ميو اه ولا هنه شريته كنجلي اهنا رح نفوره في لهذا ميسيو كونيكت بارك ندير له تفويره ومبعد رح نديرو انقخاتا في الالكلايد انتاعي ولا هنه نبروغراميه بهدي يفور لي اهنا الوقت الساع اللي باش يفور فيه اه ديسات مينوت سبعتاش ندقيقة قد قد يفور لك حاجة وكانت يعني الليجوم قاع يفور لك سبعتاش ندقيقة في الهذا في الهذا ميسيو كونيكت اه المهم هنا بديت في اللاسوس بيشاميل انتاعي بديت فيها درته هنا اسجل مغارف كبارة زبدة درسجل مغارف تعفرينا ونصريتها تاحليب اهنا ورح نخلط البشاميل انتاعي نستعملها وانقعد ننخلط فيها ونتخفر لي كالا باكم قاعد تعرفوا انقروا البشاميل وبعد ما اخترت لي هنا يكما كتبتوا اخثرت لي البشاميل التاعي ما اتخلاط يعني ما نحبسش من التخلاط انا رح نديلها شوية الفرماج بيعود فيها هذيك البنة ومعتوش يعني صامطة يعني وبليجي عود فيها بنت على الفرماج عود فيها شوية القو هنا درت له هذا الفرماج تختيني يفيه نزعب فيه الأعشاب منسما بالثوم ظل اللي بقات لي عندي درت له واحدة زجوم غارف اللي بقات لي في الأبوات درتها لها ودرت له ثاني فرماج من هذك تعله مثلثات فرماج كيغي ثاني درت له ثلاث حبات وخلط اللاصوس بشمل التاعي مليح وانا بعد ما خلط اللاصوس التاعي مليح أبسط هذوك الحبيبات الفرماج بياكم الفوق وهنا راح نحل بعد ما فورت هذك البروكولي شعلت الأولوكلايد نتاعي ورايح ندير نحيت هذك البروكولي نتاعي درته في الأولوكلايد نحلو بارك هذك الماء اللي يقعد فيه ما يقعد ليش فيه الماء تعالى فور هذك وعلى كبيته في البلاطو تعالى أولوكلايد وعدرت له هذك السوز بشمل بارك من الفوق وخلطته وخلطته معها نخلط مليح هذك السوز بشمل مع البروكولي با هي خوش فيه بيا البروكولي وما خليش الحبيبات هذوك كبار بزيف با هي خوش لي فيهم السوز بشمل يعني نقطعها شوية ما خليمش كبار بزيف وعلى هون ستفو هنا يمعدو البروك وراح ندير فوقو شوية لاتخويت في ماء ولا صومو يعني وش حبيته وش عندكم دير وانا كان عندي شوية هذي لاتخويت في ماء درسها من الفوق ما فاندلو حتى من الداخل ماء لاتخويت في ماء كانت عندي غير شوية مشيف بزيف دون قطعتها بارك من الفوق واللي عندو يعني يديرها حتى الداخل يعني في اللم على السوز بشمل اهنا من جهة اخرى رحت ثانية قاعدت ان نخسل في ذاك الشلاثة انتع هندير معه شوية شلاثة كم لابلكم وبغوكولي لازم معه شوية تاع الشلاثة ثاني خصلت الشلاثة انتعي كامل ونشفتها وبدت نوجه فيها من جهة اخرى ثانية كانت تعدي شوية فاكيا قلت الله نخسلها كان جابها لي راجلي قلت الله ننشللها قيع لا نحبش نحط الفاكيا بلا ما نشللها نشللها قبل ونبعد نديرها في الباني يعني نحطها حطها تكتر مدة ونبعد نديرها في الباني نقول لبه لي هس حبة يلقىها ناقيا ما يلقاهاش وش خايف المقصولة مش مقصولة ونصي جامل واحد الميكروبات والبرودوي والإنسان دي ما دي ما يخسل فاكيا قبل لا يحطها هنا بدت نوجه في الشلاثة مع شوية خيار شوية ميز شوية ففل حلو مرقد هذاك ثاني نشري فيه من من ليدل هذا الففل حلو شوية زيتون شوية افوكا شوية 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 فرماج كاري شلاثة ثاني درته ثاني من فوق شلاثة عادية شوية زيتون نحب أن هذا الزيتون هذا المخلط اللي عود فيه هذك الحمر بعدها سيغتوه فيه هذك نحبو نموت عليه بعد ما كملت شلاثة نتاعي واللي درت لها هذي اللقخة نتاعي تال بروكولي درت لها شوية خماج غابي من فوق هذي اللقخة نتاعي كما كم تشوفوا هذي اللقخة نتاعي ونبعدها اروح توجدت الطابلن تاعي وحطيت كلش وتغدينا برحمة ربي هذي هي الطابلن تاعي وإن شاء الله تعجبكم الفيديو لا تنسوا نشيل بنات باللايك والاشتراك في القناة لي مش مشترك نقوله مرحبا بيك وما تنسوا نشبلي بارتاج الكومنتير تاعكم زوين ونقولكم مع السلامة حبوباتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة